لا حاجة مهمة جداً أنا عجبني قوي دلوقتي يمكن أو نهاردة يعني وحتى يمكن ده كان من ضمن الأخبار اللي قالوها زماية الأعزاء المتعلقة بلقاء محافظ البنك المركزي مع رئيس الوزراء على مسألة تفعيل القرار الخاص باستثناء مستلزمات الإنتاج إلخي 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 من قرار الاعتمادات المستندية أنت عارف أنه بإذن الله بإذن الله سبحانه وتعالى لما يتم وضع الأليات جداً أو تفعيل هذا القرار ده يفرق كتير جداً معنا كلنا معنا كلنا إحنا حتى المواطنين اللي مش بنستورد أو مش بنصنع لو إحنا في خانة الاستهلاك هو هيفرق معنا هيفرق كتير للصناعة المصرية هيفرق كتير في معدلات الأسعار ومعدلات التضخم بالسلب يفرق كتير في أسعار العملات الصعبة يفرق كتير قوي تاني مصر ما بتتفرجش أي القائمين على الأمور في مصر بدءاً من فخامة رئيس الجمهورية إلى الوزراء الحكومة المستشارين إلخ 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 مفيش حد بيتفرج على الأوضاع اللي حواليه أنا هتدي لك رقم بسيط ودور ورايه إحنا على سبيل المثال للحصر في اللحظة اللي إحنا فيها دي التقارير بتقول إن إحنا محققين معدل نمو تقريباً 6 و 6 من 10 كويس؟ في المية عارف إحنا في 18-19 يعني العام المالي 18-19 محققين نمو كام؟ 5 و 6 من 10 انخفضت معدلات النمو دي بسبب الكورونا طبيعي خد بالك من الأرقام طبيعي ووصلنا في نهاية الكورونا إلى إنه إحنا يعني إيه عملياً من ضمن أربع اقتصادات على مستوى العالم تحقق نمو وبعدين بدأنا نعمل إجراءات أو بسبب إجراءات كتير تم اتخاذها بسبب إصلاحات هيكلية بدأت في نوفمبر عشرين 16 وحتى هذه اللحظة فهقدر أقولك بمنتهى البساطة هو فيه سلعة في السوق نقصة؟ يعني إذا كان لك قريب أو صديق أو زميل أو معارفة عايش في إنجلترا ألمانيا فرنسا روح اسأله على حال المتاجر والمحلات والسوبر ماركتس هل كل حاجة متوفرة عندهم ولا لا؟ الإجابة اللي أنا أقدر أقولها لك ودور ورايا لا مش كل حاجة متوفرة إحنا عندنا كل حاجة متوفرة هل علشان إحنا اقتصادات أكثر قوة لو صح تعبير أو اقتصادنا المصري أكثر قوة ورسوخا من الاقتصادات الأوروبية؟ لا هو كل القصة إن إحنا بالبلد كده يامع على الرصد اتدقت الطبول بمعنى إحنا تعرضنا لمشاكل اقتصادية كتير جدا القائمين على البلاد تاني من أول الرئيس لحد المستشارين والمحافظين أو المستشارين والوزراء إلى آخره قدروا إن هم يستوعبوا استيعاب حقيقي للأزمات الاقتصادية اللي مرت بيها مصر جزء كبير منها متعلق بمسألة الوفرة فخدنا الدولة مصر خدت إجراءات كتير جدا علشان تخلق وفرة قدر الإمكان أنا مش بيقولك الوفرة الكاملة أو التمة لكن وفرة قدر الإمكان من العديد من السلعة الغذائية كانت أو صناعية أو خدمات بحيث إنه لو جرى أزمة ما فليكن مثلا نفكر أنت الأزم الاقتصادية بتاعت 2008 مثلا فمصر مش عاوز داي تكرر معها تاني طيب فلما حصلت أزمة الكورونا الحمد لله والشكر لله أنت ما كانش عندك أزمة لا في سلعة ولا منتجات ولا خدمات لما حصلت الأزمة بتاعة الحرب الأوكرانية الروسية أو الروسية الأوكرانية شو أنت بتحب تسميها إيه هو حضرتك دخلت مكان وكت عاوز سلعة وملقتهاش هتيجي تقولي بقى السباقت أغلى من قبل كده يا يوسف أقولك صح ما هي برة مش موجودة ولو تواجدت برضو أغلى من كده أو أغلى من قبل كده يعني لما تبقى عارف أن معدل التضخم في بريطانيا زاد عن 10% بريطانيا يا راجل أنت متصور لما تبقى عارف أن معدل التضخم في أمريكا وصل لتسعة ونص من عشرة وبسبب إجراءات الفيدرالي اللي بيحاول يعالج بيها التضخم بس بيضرب بيها اقتصادات العالم وأسواقه النشأة قلت لتمانية ونص في المية أمريكا بلد الوفرة المطلقة من أي حاجة كل حاجة بتصنع كل حاجة بتتزرع تاني فاقتصادك لما يوصل في ظل الأزمة اللي احنا فيها دي حتى اللحظة الستة وستة ومان عشرة هتسأل نفسك سؤال وده بينعاكس علي يا بيه أقولك منعاكس عليك أولا في أنه الحاجة موجودة مفيش حاجة مش موجودة طيب اتنين بينعاكس في مظلات الحماية الاجتماعية اللي الدولة قاعدة عن مالة بتمدها مرورا من أول الكورونا مرورا بالسنين أو السنتين اللي فاتوا حتى هذه اللحظة فتجد أنه تكافل وكرامة نطاقه بيزيد معاشات الناس بتزيد رواتب الناس برضو ما توقفتش ولا خست ولا سبتت برضو زادت وزادت بدري تلتة شهر عن معادها الطبيعي اللي بيبقى في أول سبعة صح؟ طيب ده معناه انعكاس لهذا النمو الستة وستة وثمان عشر على ايه؟ على قطاعات المجتمع بدءا من الفئات الأكتر احتياجا ذهابا إلى فئات وشرائح الطبق المتوسط أنا بقولك الكلام ده ليه؟ هي الأزمة هتعدي هتعدي يعني هتعدي هتعدي عشان العالم عاوزها هتعدي وهتعدي علشان انت هنا خدت إجراءات اقتصادية كتير بقالك ست سنين من شأنها انها تخلي الأزمة تعدي بلد ما وقفتش انتاج لما العالم وقف انتاج بلد ما وقفتش بنا في نفسه لما العالم وقف بنا بلد معدل نموها عمره ما وصل للصفر على الإطلاق في ثمان سنين بل بالعكس أم من تحت الصفر وصولا إلى هذا الرقم خليك وثق في نفسك مشكلتك الرئيسية عزيزي المواطن انك مش واثق في نفسك مع انك تقدر ما يقدر على القدرة إلا ربنا بس انت تقدر طيب إيه اللي ناقصني أو اللي أنا محتاجه أنا يوسف أنا المواطن أنا أنت زيد وعبيد وهكذا إحنا لازم نشتغل أكتر من اللي بنشتغله يعني إيه نشتغل أكتر يعني معدل انتاجيات يزيد أنا في القطاع العام أنا في القطاع الخاص حجم الانتاجية لازم يزيد وجودة الانتاج لازم تزيد ده بيرعكس عليك انت انت لما انتاجك إذا كان ملموسا في شكل منتج ما بضاعة ماشيء ملموس كده طول ما هو جودته بتزيد طول ما انت قادر على فتح أسواق لتصديره أكتر وأكتر وبالتالي انت المواطن مستفيد لأنها إرادات عائدات بتخش الدولة عائدات دخلت الدولة انت تتبهبش والله بكلمك بجد طب وإحنا ما تبهبشناش قبل كده لأنت تبهبشت أمال هو الدولة بتبني العمرات والمشروعات الجديدة اللي أصبحت بديلة عن مجتمعات عشوائية من فين بتزرع الأرض من فين بتطور الأصناف والحصلات الزراعية من فين بتدفع رواتبنا من فين بتعملنا خدمات صحية من فين إلخ 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 طيب هل وصلنا إلى مرحلة البهبشة جدا يعني لأ احنا بنقوم انت بتقوم وبتقوم كويس ووضعك الاقتصادي قدام العالم محترم ترجمة نانسي قنقر